المشاهد الصامتة في الدراما هي الأقوى والأبقى أثراً طوال حلقات المسلسل لا كلام فيها الصورة تتكلم عوضاً عن الممثلين اخترت مدينة كابل لتحتضن المشهد الأخير من مسلسل طويل اسمه أيمن الظواهري المشهد الأخير الذي اختاره المخرج الأميركي كان صامتاً على خلاف ما عود المشاهدين على مدار حلقاته السابقة من إثارة تقمص الصمت شخص يقف على شرفة يتأمل عاصمة مثلت لعقود طويلة مسرح مشروع كان يطمح إليه هذا الصمت كسر بذبذبة طائرة مسيرة تدخل المشهد على حين غره تصدر ضجيجاً فانفجار يعطي الصمت إيحاء أن الشرير في المسلسل قد قتل أخيراً يخرج عنوان عريض قتل رأس الإرهاب زعيم تنظيم القاعدة وبات العالم أكثر أماناً مقتل إيمن الظواهري فتح باباً للتساؤل إلى أين يسير مركب تنظيم القاعدة؟ وهل دفن التنظيم بدفن رجله الثاني؟ لا سيما أنه في السنوات الأخيرة لعب دوراً فخرياً من دون صلاحيات أو بشكل أدق من دون إمرة على أي فصيل أو جماعة أو أشخاص ما بعد الظواهر سؤال قد يحتمل إجابات كثيرة لكن الأهم اليوم هو أن الرجل قتل تحت عباءة شبكة حقاني وهذا أمر يؤشر للعلاقة بين طالبان والقاعدة وبالتالي العلاقة بين طالبان وأمريكا وفي ارتدادات الأمر ينظر إلى عملية قتل الظواهري أنها ورقة رابحة في ميزان الشعب فالكثير يراها عملية موجهة إلى الداخل الأمريكي فشعبية الرئيس بايدن منحدرة بشكل كبير وتصفية رجل يرتبط بذاكرة الحادي عشر من سبتمبر يضيف نقطة إلى إدارة بايدن الذي فضل كما فعل أسلافه الإعلان بنفسه عن العملية التي وصفها بالناجهة وأمام مقتل الحارس القديم تتوالى الترحيبات الدولية بالحدث وتتوالى مقابلها التعازي على وسائل التواصل لقادة في تنظيمات كانت ترى بالظواهري الأبى الروحية للجهاد العالمي وعلى سيرة الجهاد تثار تساؤلات عن بقية الفروع التي أوجدت في الساحة السورية وعن باقي الساحات التي ما زال بقايا تنظيم القاعدة ينشط فيها